مباني وأثار لها تاريخ ممتد في عبق الماضي بعضها أعيد ترميمه والحفاظ عليه كمعلم وطني تراثي وأخرى تنتظر قرارا من جهات ووزارات لتدخل ضمن المعالم التاريخية ولقاعة جابر الأحمد جانب اهتمام ودعوة لها كذا ملف مناغشتنا في لجة العاصمة عن المباني في المباركية فالمباني في المباركية جزء منها يقول لك أنه تراثي لكن يقول لك الجزء التراثي يقع فقط على منه ما تملك الدولة واللي ما يملك الدولة يملك الشخص هو أثري قالوا نعم أثري هل يحق للهدم أو أن يكون من ضمن القانون الأثار صار في جدال وإلى اليوم نحن ما عارفين هل يدخل الأثري هل هو ملك الدولة فقط أم يكون من ضمن الملك الخاص إلى اليوم ما عندنا علم أثنين ما هي الأسس التي على أساسها تدخل أو تصنيف الموجود للمباني إذا كانت أثرية هل هي التاريخ هل أهمية الموضوع هل أهمية المبنى نفسه أو شيء آخر المجلس البلادي وما يحويه من تاريخ مبنى وقاعة انطلقت منها مسيرة الحياة البرمانية سيلحق في قادم أيام بالمباني التاريخية يجب أن يكون هناك توعية حتى للجميع الأخوان الموجودين سواء الأصحاب المناصب الرئيسية في الدولة وكذلك الشارع ما هو أثري ما هو غير أثري وعلى أي أساس يصنف هذا الموضوع عندنا شوية رح يرغنا وخلينا نقوله بعد أكثر مجلسنا وصلنا في أثري شنو اللي راح يؤخذ فيه وشنو اللي راح يصير عليه كمبنى محروف يعني كان مجلس الأمة وكذلك مجلس بلدي شنو التصور اللي نحط له الآن ما احنا عارفين يمكن حتى الأخوان لما سألناهم قالوا ما احنا عارفين شو يسويه أسواق ومدارس وبيوت وأحياء وفرجان تفوح منها رائحة ذلك الماضي الذي صدر فيها أبناء الكويت كفاح شعب وحكاية وطن عبر مئات سنين والمحافظة عليها مطلبا لعضاء ومختصين أحمد المسعودي لتلفزيون مجلس